انت من الاول كنت واخد لاين الكوميديا ده او حاسس انه ده الاقرب لك لانه احنا شفناك في كوميدي وبعدين شفناك في دراما وتراجدي مع غد عبد الرزق ويعني كان موضوع هنتكلم عنه هو ده كان المتاح وقتها وكان ايامها مثلا اي حاجة لازم تعمل لازم تكون كوميدي عشان توصل للناس لكن انا دايما عندي قناعة ان انت لازم تعمل يعني انا بالنسبة لي انا مش بحب اعمل كوميدي ولا تراجدي بس لا انت كوميدي لازم تجرب كل حاجة ودي موهبة الفنان او اللي ربنا الهدية للدهال وانه انت كل يوم في كل عمل بتعيش حياة شخص اخر سواء كان شخص سيء او شخص كويس او شخص بيدحك او شخص بيبكي فهي دي العطاء اللي انت لازم تستغل الفرصة دي ملامح يعني الفنان بتحطه في ادوار معينة او بتحطه في شخصيات معينة مقتنع انت بدا ولا لا بص في البداية بيكون الموضوع صعب فانت انت بتختار المتوفر او بتتحاول تتأقلم مع المتوفر يعني في الاخر بقى بيجي بقى المنتجين بقولك بص لا ده وشه تاريخي خلينا نحطه في الحديث وهنا صراعك يبقى مع السوق مع المخرجين ومع المنتجين لا يا جماعة انا ومثلا انا ممكن اعمل اي حاجة انا بحبها اللي هو وده اللي انا حاولت اعمله من الخروج من موضوع عائلي لتلت التلاتة اني لا انا بحب اعملت رجدي وبرضو ده عملته يعني مثلا عندنا في السعودية في مهرجان اسم مهرجان افلام السعودية بعد مشوار طويل في الكوميديا انا دخلت لكنا عملنا فيلم اسم المغادرون فيلم تجريبي سوداوى او خلينا نقول الفيلم طبعه شوية سوداوي عن راجل عاوز ينتحر وكذا وربنا وفقني وخدت جائزة افضل المصر على الدور ده هنا انا بدأ عندي شعور اكيد اني لا انا ممكن اعمل حاجة غير كذا وده اللي شجعني اجي هنا مصر واشكري 2017 تقريبا صح والله صح